مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرس الثاني من موديول 8 8B ودرسنا اليوم جرامر وده الجزء الثاني من درس 8 درسنا اليوم في ستودين بوك بيج 87 وقبل من نبدأ الدرس عمدنا صغير كده ورمب what must you do before the exams think of the questions and prepare an answer yes you can say I must study hard I have to revise my lessons I have to exercise well منتز خلينا نشوف ايه اللي معنا اليوم في الجرامر هنتكلم النهاردة عن استخدام بعض الأدوات زي have to, don't have to, must, mustn't, need to, don't need to and needn't ونعرف ايه الفرق بينهم ونحلل الاجسرسيز اللي قدامنا read the examples and decide what each of them means كل واحدة من الكلمات اللي باللون الأزرق هتكون بتعبر عن A ولا B ولا C it is necessary ولا it's not necessary ولا don't do it طبعا عشان نحل الاجسرسيز ده محتاجين نفهم الفرق بين الكلمات اللي فوق دي كلها الأول فخلينا نشرح الفرق وبعدين نرجع نحل الاجسرسيز اول حاجة have to, don't have to, must, mustn't, need to, don't need to and needn't دي كلمات بنستخدمها للتعبير عن الضرورة او عدم الضرورة بداية كده we use must and have to to express obligation in the present or future بنستخدم must وhave to عشان نعبر عن الضرورة او ان الحاجة دي ملزمة لك انك تعملها او لازم تعملها في present او في المضارع والمستقر زي ما تقول I must get up early tomorrow morning انا لازم ضروري جدا أصحى بدري بكرة الصبح you have to wear a helmet when you go skydiving you have to wear a helmet او you must wear a helmet when you go skydiving note او بيقولي في ملحظة كده we use have to to form all the other tenses لو عايز اتكلم في past مثلا ما ينفعش استخدم must باستخدم البديل بتاعها اللي هو التصريفات او الاشكال المختلفة بتاعت have to باستخدم had to في past فقول علي had to cancel all his plans طب لو هتكلم في future هقول ايه علي will have to cancel all his plans يبقى هنا لو هتكلم في past استخدم had to لو هتكلم في future استخدم will have to طبعا كلمة have to لما بتيجي مع السنجلر مع he or she or it وأي شخص مفرد بتتحول الى has to فلما اجا اقول علي في present هقول علي has to ما ينفعش اقول have to لكن هتكلم عن نفسي هقول I have to we use need to when it's necessary for us to do something بنستخدم كلمة need to لما يكون الامر ضروري عشاني انا ان اعمله we have no other choice هو بيكونش عندي اي اختيار تاني اني لازم اعمل الشيطة I need to go to the dentist معنا انا ما عنديش اي خيار اخر لان انا ايه لازم اروح لدكتور لسنج اما don't have to don't need to we need to ثلاثة دول معناهم ان الامر ده غير ضروري سويت وما سويت وانت حرف you don't have to do the dishes I'll do them مش لازم تخسر الاطباء او الصحون انا هخسرهم انا هعمل الامر ده فانت مش مضطر لده you don't need to ممكن اشيل have to وحط need to you don't need to come with me if you are tired مش ضروري تجي معي لو انت تعبئي you neednt take the children to school today مش ضروري انك او she neednt take the children to school today هي مش محتاجة مش مضطرة انها تاخد الولاد للمدرسة اليوم يقول اللي لاحظ ان need is used as a main verb الفعل need يستخدم كفعل اساسي ما بيجيش بعدها فعل تاني مش زي ايه في بعض الجمل مثلا كلمة need بتيجي فعل مستقل مش محتاجة معها اي حاجة تانية فاقول مثلا ان in the affirmative negative and the question form it is followed by 2 plus base 4 and forms the negative and the questions with auxiliary verb لو هتيجي تعمل سؤال بتستخدم معها auxiliary verb زي do you need تمام اما لما نيجي نستخدمها as a model verb only in the negative and the question form of the present simple نستخدمها as a model verb مع المجموعة اللي احنا بنتكلم عنها اليوم اللي هي بتعبر عن الضرورة وعدم الضرورة فبنستخدمها فقط في present simple وبتكون ما جاي بعدها base form it is followed by base form and the forms the negative and the question forms without auxiliary verb وفي الحالة دي بنعمل ال negative منها زي needn't without auxiliary verb من غير ما اقول don't need يعني لما بستخدمها as a model verb بقول he needn't go to school today أو he doesn't need to go to school today وفي الحالة دي بتبقى need man verb لما يكون معها doesn't النقطة دي الاخيرة دي مش جوهرية عندنا قوي في استخدام need needn't the size اللي عندنا بيقول ايه احنا قلنا كل جملة من دول هنشوف بتعبر عن a it is necessary ضروري b it's not necessary يعني اللي بضروري c don't do it يعني ده ممنوع ممنوع يبقى انا هستخدم كلمة ايه mustn't فقط كلمة mustn't تعبر عن المنى شيء ده مخالف للقواعد أو القوانين المتفقة عليه number one you have to wear special boots to go rock climbing you have to يعني ضروري يبقى هنا هنحط a two you don't have to قلنا كلمة have to اول ما بيجي معها don't or doesn't كده خلاص اتحولت لعدم الضرورة يبقى it's not necessary number three you must be in good shape you must be in good shape must معنى هن الشيء ده ملزم و ضروري يبقى في الحالة دي هنحط a inexperienced climbers mustn't climb alone mustn't يعني ممنوع غير ما يسموح لهم بكده يبقى في الحالة دي don't do it number five inexperienced climbers need to complete need to complete a training الحالة دي قلنا كلمة need to زي have to زي must بيعبر عن الضرورة يبقى it's necessary a experienced climbers don't need to complete don't need معنى هنشيء غير ضروري يبقى it's not necessary you needn't worry ما في داعي للقلب يبقى غير ضروري يبقى be it's not necessary بكده نكون حالينا الاكسرسيز ايه اللى عندنا فى صفحة 87 او page 87 صفحة 87 80 ننتقل بعد كده لمرحلة performative assessment وعندنا exercise محتاجين ان احنا نستخدم الكلمات اللى احنا تكلمنا عنها اليوم must to have to need to عشان او طبعا ال negative منهم عشان اكون جملة صحيحة باستخدام prompts او الكلمات اللى عندي you smoke in hospital هل التدخين ما اسموح به فى المستشفى طبعا لا في الحالة دى must هتتحول لمست وهقول bravo you mustn't smoke in the hospital you mustn't smoke in the hospital طيب number two have to يعني ضروري we have to wake up early tomorrow it's saturday بكرة السبت يعني ما في دوام ما في مدرسة في الحالة دى احنا مش مضطرين يبقى هستخدم ايه don't have to هزود don't قبل have to وبالتالى هتكون الجملة we don't have to wake up early tomorrow احنا مش مضطرين مش ضروري نستيقظ بذري بكرة لان بكرة السبت ما في دوام need عايزين استخدم need في الجملة she cooked there isn't any food ما في اي اكل فهي ضروري انها ايه تطبخ she need لا هنا هنزود اس بقى she needs to cook she needs to cook there isn't any food number 4 children talk loudly library الاطفال يتكلموا بصوت عالي في المكتبة طبعا ده شيء غير مسموح به في الحالة دى must هتحول ل mustn't talk loudly in the library mustn't talk number 5 he take taxi i'll drive him to the airport انا هوصل للمطار مش محتاج ياخد تكسي في الحالة دى كلمة need هتجيب حالتين اقول he doesn't need to he doesn't need to او هقول he needn't take a taxi يبقى كلمة need to ممكن تنفى بالشكلين دول needn't فقط او doesn't need to واكمل he doesn't need to او he needn't take a taxi i drive him to the airport ونفتكر دايما ان كلمة needn't ما بيجي بعدها to the fridge is empty الثلاجة فضية يبقى هنا ليزا لازم تروح السوبر ماركت the fridge is empty ليزا have to go no احنا قلنا لما يكون الاسم مفرد الفعل مفرد في الحالة دي نقول has to go ليزا has to go to the supermarket لازم تروح السوبر ماركت لان الثلاجة ما فيها اي شيء كده نكون وصلنا لنهاية درسينا اليوم يا شباب واشكركم لحسن استماعكم وما تنسوا حل الواجبات الموجودة على الموقع واي استفسار او اي حاجة محتاجين تفهموها بشكل تفصيلي يريد تكتبوها على المنتدى وشكرا لحسن استماعكم ونراكم في فيديو تاني قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الاندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم اسلامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة